بخطا سريعة تتجاوز سابقاتها تمضي حكومة السوداني في إطلاق وعود لا تترجم واقعا ينهي الأزمات العاصفة بالعراق رغم مرور ثلاثة أشهر على تشكيلها السوداني استهل عمله الحكومي بإطلاق وعود تعهد بإنجازها بفترة لن تتجاوز العام الواحد ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتنوعت طبيعة الوعود التي لم ترى النور ما بين مكافحة الفساد وطي صفحة النزوح وأصدار عفو عام عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين إضافة للسيطرة على السلاح المنفلت في إشارة إلى الميليشيات على الرغم من أن هذه الأخيرة يؤكد خبراء سياسيون أن قادتها مسؤولون عن تولي السوداني سدة الحكم وعلى الرغم من اعتراف قيادين في الإطار التنسيقي بأن إخلال السوداني بتعهداته السياسية يهدد بخلق مشاكل بين ائتلاف إدارة الدولة والذين بثقت منه الحكومة الجديدة تتصاعد حدة الأزمات بين تلك الكتل بشكل خطير لا سيما بعد قرار المحكمة الاتحادية إيقاف إرسال رواتب موظفي كردستان العراق ووفقا للحزب الديمقراطي الكردستاني فإن هناك أطرافا سياسية ومسلحة لا تريد أن يمضي السوداني بالاتفاقات التي قطعها لأربيل لا سيما بما يتعلق بالملفات العالقة أما على الصعيد الاقتصادي فتعهد السوداني بإعادة قيمة الدينار العراقي مقابل سعر صرف الدولار إلى ما كانت عليه سابقا عند سعر 1200 دينار للدولار الواحد لكن لم تمر سوى أسابيع قليلة على ذلك حتى شهدت دينار انتكاسة كبيرة بعدما بلغت دولار الأمريكي الواحد 1650 دينارا ما أثار أزمة مست تداعياتها حياة المواطنين بشكل مباشر لا سيم الفقراء منهم أمام هذا كله فإن جميع المعطيات بحسب مراقبين تشيب أن برنامج السوداني الحكومي ما زال حبرا على ورق كما جرت العادة مع سابقيه لكن ما يثير القلق هذه المرة بالنسبة لعملية السياسية هو تفاقم حدة الخلافات بشكل غير معهود وسط مؤشرات بعودة التيار الصدري إلى المشهد بالتزامن مع انهيار اقتصادي قد يشكل ثورة جديدة تطيح بالتحالفات الهشة التي بنيت بالأساس على المحاصصة وربما تطيح بالعملية السياسية برمتها